السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصص على الحديث مرة أخرى على الحديث على بعض الأمور المتعلقة بالهجرة مع كاملي الأسف كما تعلمون بالنسبة لموضوع الهجرة ليس هناك أي جديد ليس هناك أي قرار مع كاملي الأسف هناك مشروع كان الذي هو مشروع إصلاح منظمة الهجرة هذا المشروع الذي كان يدخل داخل حزمة يطلق عليها حزمة الأسر الأمريكية أو حزمة البناء بشكل أفضل هذه الحزمة التي لم يتم التصويت عليها في نهاية سنة 2021 ومع ذلك مؤخرا بدأ الحديث على حزمة جديدة لكن هذه الحزمة سوف يتم فقط التركيز على الداخل الأمريكي وأطلق على هذه الحزمة قانون أو مشروع قانون الحدي من التضخم وهي شبيهة لحزمة البناء بشكل أفضل التي كانت تضمنوا إصلاح منظمة الهجرة بمعنى أنه حاليا الذي نتحدث عليه في شهر غش ليس هناك أي أمر جديد بخصوص أمور الهجرة هذا بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الثانية كما تعلمون بالنسبة للفائزين في القرى الأمريكية لسنة 2020 وسنة 2021 هؤلاء لحد الآن ينتظرون قرار قضائي هل سوف يتم منحهم التأشير الغير المستعملة أم من هذا الأمر؟ يعني يجب الحسم فيه قبل الثلاثين من شتنبه من هذه السنة لحد الآن ليس هناك حسم في هذا الأمر لماذا تحدث في هذا الأمور؟ لأنه سوف أوضح لكم بعض الحقائق التي ربما تخفى عليكم تم الإعلان عليها مؤخرا فبالنسبة لموضوع الهجرة موضوع الهجرة هناك حرب من الولايات الجمهورية وأقول كلمة حرب من الولايات الجمهورية يعني الولايات ذات التوجه الجمهوري مثلا فلوريدا، تيكساس، أريزونا، ميزوري مثل هذه الولايات هناك حرب قانونية على القرارات التي يريد جو بايدن يتخذها بخصوص الهجرة وهناك قرارات ما زالت الآن في المحاكم مثلا كسب المثال ما يقع الآن مع بوضوع القرعة الأمريكية لسنة 2020 و2021 التي لحد الآن ننتظر صدر القرار النهائي فيها فعلى كل حال هناك كما قلت جمهورية معروفة بأنها تؤيد الجمهوريين على رأسامة الميزوري، تيكساس، أريزونا هذه الولايات التي تحاول ما أمكن إقناع القضاء قضاء الهجرة في هذه الولايات والذين يقال أن أغلبهم تم تعينه من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعنى أنه أي قرار يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا تمريرا فهناك قضاء في العديد من الولايات الجمهورية الذين يطعنون في هذه القرارات إما حضر القرار أو رفعه في بعض المحاكم في تلك الولايات أو وضعي تلك القرارات على الجانب يعني مثلا هناك قرار يهم الهجرة إما الطعن فيه من طرف هؤلاء القضاء أو وضعيه على الجانب وعدمي يعني نظري فيه مثلا هناك القرار 42 القرار 42 هذا القرار الذي اتخذه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول المهاجرين مثلا إلى أمريكا هذا القرار الذي طالبت جو بايدن برفعه وفي الأخير المحكمة طعنت في هذا الأمر وهذا الأمر بقى بقية يعني مستمرا يعني في مصلحة الجمهورية ومصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الأمور التي بدأ الحديث عليها حاليا في هذا الصيف هو موضوع الحليمين أو الدكا الحليمين هم أولئك الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة أو المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية وهم أطفال فموضوع الحليمين هو برنامج كان يدعمه الرئيس الأمريكي مثلا بارك أوباما وجاء الرئيس الأمريكي وبدأ يطالبه بتوقيف هذا البرنامج جو بايدن طلب باستمار في هذا البرنامج لكن حاليا أقول حاليا يقال أنه تم إغلاق يعني ملف طلبات تقديم لأول مرة طلبات الجدد تم إغلاقه التقديمي على هذا الأمر ولحد الآن هذا الأمر لم يحسم فيه بالطبع هذا الأمر سوف يتير غضب العديد من الفئات اللاتينية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستفيد من هذا الأمر من بين الأمور الأخرى التي تم الإبقاء عليها معك من الأسف هو الإبقاء على سياسة الرئيس الأمريكي دون ترامب التي يطلق عليها البقاء في المكسيك يعني أي إنسان يريد التقديم على اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية عليه البقاء في المكسيك والتقديم من المكسيك وانتظار الحكم وبعد ذلك إذا تم النظر في قضيته يسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية عدى يعني عوض الدخول إلى الأراضي الأمريكية وانتظار التقديم على يعني اللجوء داخل الولايات المتحدة الأمريكية فهذا من المشاريع أو البرامج التي تم التعنفها في لبان حكمة أو هذه السنة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين الأمور الأخرى التي تم التعنفها مؤخرا في هذا الصيف أن الرئيس الأمريكي ليس لديه الحق في قول من سوف يتم ترحيلهم أو من هم المهاجرين الغير شرعين التي يمكن الإبقاء عليهم فجو بايدن يريد مثلا من دوائر الهجرة من دوائر الشرع الحدود أنه يتم ترحيل فقط لمهاجرين الغير شرعين الذين يشكلون خطر على الولايات المتحدة الأمريكية مجرمين لصوص تجرب البشر تجرب مخدلات لكن الآن المحكمة تعرضت بهذا الأمر وقالت بأن الرئيس الأمريكي ليس لديه الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات وقول من سوف يتم ترحيله ومن يتم الإبقاء عليه لاحظوا كم عدد القرارات التي لحظت أن تم الطعن فيها كذلك من بين الأمور تسريع دخول اللاجئين على العليقين على الحدود الجنوبية مع الميكسيك هذا الأمر كذلك بدأ الطعن فيه فلا يمكن جو بايدن الآن تسريع مثل بنفات هؤلاء ليسبح لهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية توقيف بناء الجدر العازل مع الميكسيك هذا من الأمور التي طلب بها جو بايدن الآن يقال أن هناك توقيف لقرار الرئيس الأمريكي الذي طلب بتوقيف الجدر وأنه ربما سوف يستمر بناء الجدر العازل بين الولايات المتحدة الأمريكية والميكسيك بالإضافة إلى موضوع الهجرة أو القرعة الأمريكية التي كما قلت ما زال الإخوان والأخوات ينتظرون الحكم النهائي بخصوص هذا الأمر أكثر من ذلك هو الوضع الحالي كما تعلمون هناك العديد من الولايات الجمهورية وخصوصا المتاخمة للحدود الميكسيكية التي قامت بإلقاء القبض على بعض المهاجرين الغير الشرعيين الذين يتسللون إلى أعراضها وقامت بترحيلهم في رحلات عن طريق الحافلات إلى واشنطن العاصمة ووضعهم أمام البيت الأبيض هذا الأمر الذي تحدثوا عليه في العديد من الحلقات منذ شهور الآن أعتقد أن عمدة مدينة واشنطن العاصمة بدأت تطالب الإدارة الأمريكية بالنظر في هذا الأمر لأن هناك تدفق كبير للمهاجرين الغير الشرعيين على العاصمة واشنطن لذلك تطالب هذه السيدة الإدارة الأمريكية بحل هذا المشكلة لأن أعداد المهاجرين الغير الشرعيين بدأ يرتفع في واشنطن فهذا كما قلت باختصار بعض القرارات التي تبين أنه لحد الآن الإدارة الأمريكية الحالية يفاشل في موضوع الهجرة بل أن هناك صراع بين مناصر الهجرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية جو بايدن لأنه يقال أن الرئيس الأمريكي لديه صلاحيات ولديه إمكانية تغيير العديد من أمور في موضوع الهجرة لكن لا يعلمون لماذا لحد الآن الرئيس الأمريكي ينتظر فهناك مشكل كبير بين مناصر الهجرة في أمريكا الناس الذين يدبعون على الهجرة في أمريكا وبين الإدارة الأمريكية التي لا تريد اتخاذ أي قرار ملموس حاليا ليستمر هذا العمر معك من الأسف كما قلنا هذا باختصار فقط لأوضح لكم وضعكم في الصورة جديد الأمور التي تهم الهجرة للوحية المتحدة الأمريكية أتمنى أن يكون هذه الأمور واضحة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته